موسيقى مع اقتراب عيد الاضحى المبارك يصبح سوق الصناعات التقليدية لبوسعادة الوجهة الاولى لاقتناء السكين البوسعادي الذي يتميز عن باقي انواع السككين بالمتانة والزخرفة التي بقي محافظا عليها هذا الى جانب حدته التي تسهل عملية نحر وسلخ الاضحية هنا نبدأ لدينا عملية للموس بسعادي للسن موس بسعادي والتنظيف التاعه الأقديم والله جديد وكان عندنا اقبال كبير في مدينة بسعادة في السوق الصناع التقليدية للموس بسعادي يجوه من جميع انحاء الوطن كما يقولون 58 ولاية ومشهر وانا جيت مقصنطينا جيت على زي سببس باش نشري الموس بسعادي هذه السبب وحاجة في الكاليتي مليح وكما قال هذا الانسان حاجة تقليدية رأينا شبال الموس بسعادي هذا والله العظم من 80 هم يشلو فيه كما قلوا والدينا وجديدنا قاعدت كما قلوا عادة الموس بسعادي هذا ما يخطيناش قدار وين يخلاص وين يكمل نحطه يقعد هكذاك آثار والله نخلي هكذاك آثار ونشري واحدة أخر جديد موس بسعادي نشري حتى تأسليخها تأسليخها واحده ونتأسليخها واحده تصاميم وأنواع مختلفة يقترحها بعض الحرفيين ممن يزالون يحافظون على صناعته بالإتقان والجودة المطلوبة موس بسعادي نرى صناعة يدوية ستتوارث عبر الأجيال مثلا كما أنا أنا يوارث الخدمة لشيء الحاجة وان شاء الله ماذا بنا نورثوها ماذا بنا يكون الشباب هذا اللي راح قاعد ماذا بنا يجي ونعطوه المهنة وموس بسعادي نحن نحافظ عليه يجب أن يدوم لو رحنا يجي ناس أخرين يخدموه وهو تراث البلاد أنا كما نقول جبري فاري يجي لهنا البسعادة يربحها أنه يحوس ويشوف المدينة ويدي الموس البسعادي الأصلي من مكان تعه السكين البسعادي ليس مجرد سكين فقط لأهل المنطقة بل يدخل ضمن الموروث الثقافي الذي يعبر عن تاريخ المنطقة وأصالتها المنطقة التي تمكن أبناؤها من الحفاظ عليها والترويج له بشكل إيجابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر